التقاض مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج البحصني سفير الجمهورية التركية الشقيقة لدى بلادنا مصطفى بولات جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين بهدف توحيد المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعميق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبناء موقف موحد في المحافل الإقليمية والدولية بما يحقق مصالح البلدين ويدعم استقرار المنطقة وصار ضعو مجلس القيادة الرئاسية استجدات الأوضاع في اليمن وما تمر به من أوضاع وظروف صعبة جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الخوث الإرهابية على الحكومة الشرعية وسيطرتها بقوة السلاح على مؤسسات وموارد الدولة والتنكيل بالمواطنين في مناطق سيطرتها وكذا تفاقم الأوضاع الاقتصادية نتيجة لاستهداف الميليشيا الإرهابية لميناء الضبة النفطي بحضر موت ما أدى إلى توقف عمليات التصدير للنفط الخام حيث كان يرفض الدولة ب70% من ميزانيتها وتطرق البحثني إلى الجهود التي يبدلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في ظل الظروف الصعبة والمساعي المبدولة لتجاوز تحديات القائمة والتخفيف من معاناة الشعب اليمني والتعاطي مع مبادرة السلامة التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة في البلاد وما يقابلها من رفض وتصعيد من قبل ميليشيا الحوث الإرهابية مشددا على ضرورة أن يكون هناك موقف حزم من قبل المجتمعين الإقليمي والدولي تجاهد الموليشيات التي طالت تأثيراتها الممرات المائية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن وأثرت على حركة الملاحة الدولية وأشهد البحثني بالمواقف التركية الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة معربا عن تقديره العميق للجهود التركية المستمرة من خلال الدعم السياسي والدبلوماسي لمجلس القيادة الرئاسي في المحافل الدولية أو عبر تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وأكدا أن هذه المواقف الأخوية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وتعزز من جهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة ومن جهتي أكد سفير الجمهورية التركية التزام بلاده بمواصلة دعم اليمن في ظل الظروف الراهنة معربا عن تطلع تركيا لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة